السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكو يا ابتال تلتة سلوي النهاردة مع بعض من حل الوحدة التمنى وصلى على الحبيب عليه السلام والسلام وضغط لايك لو انت لسه مضغطش لايك وفعل زر الجرس يوم سالك كل جديد كل ده بيساعدنا للمحتوى بتاعنا يبدأ يتنشر وتبدأ الناس تعرفه كمان نتطور منه ولو عندك اي سؤال واسبسار سيبه تحت فتاليات ان شاء الله هرد عليه بنفسي وسمحنا لو اخطأنا وشدوا احياتكم كده ابتال تلتة سلوي وربي عدد شهر الكلم ده على خير كل سلام عليكم طيبين وساعدونا فعلا المحتوى ده يبدأ يتنشر طبعا وطبعا كل ده بيساعدنا ان احنا نتطور المحتوى وسيعودنا بالشفاء لان فعلا نتعبان جدا وصوركم الفيديو ده ويلا بيلا نحش نحل مع بعض على الاسئلة الاختيارية على الكلمات صدق النبي عليه السلام والسلام احنا بنحل مع بعض في صفحة 22 اقول سؤال مع ابي وليه فوق بقى job someone وظيفة شخص ما سبيشيالي خصوصا بيكون طلاب يعني does to gain علشان يكسب work experience خبرة شغل ايه بتكون فترة تدريب مواهر غلط scholarship منحق غلط human resource رقم اثنين كان فيه اثنين وظيفة but neither of them ولا واحد فيهم was very good ما كانش كويس كبه كان فيه اثنين متقدمين للوظيفة متقدم للوظيفة يعني يا جماعة اسمها candidates اللي هي رقم candidates اللي هي رقم دي لويرز صاحب عمل غلط managers مديرين غلط employment معناها التوظيف غلط ثلاثة she refused هي رفضت ان يتم معاملتها او افوا ان يتم علاجها by not and demanded وطلب التوسيع a qualified doctor دكتور مؤهل كده يعني او دكتور احسن شوية ايه بقى رفضت ان يتم معناها by intern intern جماعة معناها متدرب يعني او خطبالك ما ينفعش طبعا حد يعني تحت التدريب يعالجها خطبالك عايزة دكتور يعني مستوى اعلى شوية طيب internal shape فترة التدريب الماني غلط interesting معناها مثير الاهتمام غلط professional معناها محترف اربعة pursue excellences and success will follow يعني متابعة التميز والنجاح سوف هتتابعك يبقى excellences هناك نفس المعنى بتاع كلمة ايه بتاع كلمة perfection اللي هي التميز برضو failure معناها الفشل غلط worthless بالاقيمة غلط minority اقلية غلط خمسة will the table table عفوا health table fit in here هتكون ملقمة هنا i don't نوع انا معرفش lets.it مت يلا اس الكلام ده يبقى let's major appreciate يقدر غلط الساسس معناها ايه غلط pressure معناها ضغط غلط ستة many aim simply don't meet hiring requirements ما بيكونش عندهم المؤهلات بتاعت التوظيف دي يبقى كتير جدا من المتقدمين الوظيفة اللي هو applicant معناها متقدم الوظيفة employer اصحاب العمل غلط traders معناها تجار غلط assistant معناها مساعدين غلط i don't feel انا مش بشعر ايه to comment لان اعلق i know something about the project انا عرف ان فيه مفيش حاجة فيه المشروع يبقى انا مش مؤهل والله ان انا مش بشعر ان انا مؤهل ان انا اعلق يبقى qualified candidate candidate موظيفة غلط qualifying معناها تأهيل غلط acquired معناها مكتسب غلط ثمانية realistic plan يعني الخطة الواقعية sets achievable targets اللي هي بتكون موضوع فيها الاهداف اللي هي ممكن تحققها ده انتنا من المضاد بتاع كلمة achievable حاجات ممكن تحققها عكسها كلمة ايه بقى الحاجات طبعا مستحيلة حالية ان كرد ابقى رقم دي رقم دي possible ممكن غلط easy سهل غلط practical عملي غلط 9 whatever you are writing ايه ان يكن انت كتبت ايه make sure تأكد ان you are clear ان انت تكون واضح نقط and accurate ايه تأكد انك تكون ايه وضقيق تأكد انك تكون مختصر concise لرقم c بورج موميل غلط repetitive معناها تكراري غلط confusing محير او مرتبئ غلط 10 claim for the not اللي هم على a was placed firmly تم بحزم on the company بعلهم على الكارثة disaster اللي هي رقم دي occasion معناها ونسبة غلط price guys غلط surprise ده فجأ غلط رقم 11 نقط is brief account ليكون حساب مختصر of your personal details عن معلوماتك الشخصية your education وتعليمك and jobs ووظيفة بتاعتك كل ده جمعا ما موجود في ايبقى اليوم اللي هو السنة الذاتية بتاعتك internship فتا دي بالماني غلط experience خيبر غلط marketing التسويق 12 there has been a close waist كان عنده ايبقى a close waist معناها طبعا هائل waist معناها اللي هو مضيعة مضيعة هائلة of public money من كتير من فلوس من الاموال العامة قلوسال اللي هو كلمة هائل دي نفس المعنى بتاع كلمة ايه معناها هائل برضو او كبير او ضخم يعان huge معتاد غلط داني ضئيل غلط common شائع غلط 13 this amazing discovery الاكتشاف العظيم ده نقط زوية طريقة for development لتطوير of effective new treatments للعلاج الجديد الفعال يبقى الطريقة اللي هي ماهدت ماهدت يبقى بيفز blocked قطعت غلط رونز معناها اللي هي حطام غلط 14 she gave up work هي بعدت عن الشغل to divulgate herself ان هي تكرست نفسها نقطة her family لعيلتها طبعا وقتها كله خلاص طالما بعدت عن الشغل يبقى كرست نفسها وقتها كلها full time لعيلتها 15 the plan الخطة is designed تم تصميمها نقطة implies اللي هما نقطة الموظفين to work more efficiently ان هما يعملوا بكفاءة طبعا الخطة متصممة علشان يحفزوها motivate motivate يحفزو الموظفين discourage اللي هي عدم تشجيع غلط participate يشاري غلط avoid تجنب غلط 16 the trunk is driver سوائن الشاحنات keep changing بيحافزوا على تغيير نقطة on the highway على الطريق السريعي بيحافزوا على خطوط او مرات بتاعتهم حارات بتاعتهم يعني trips رحلات ways طرق غلط try زياركب غلط 17 the job الوظيفة نقطة suits his experience exactly من الوظيفة ايه عايز اقول ملف الوظيفة بيه لقم الخبرات بتاعته بالزبط يبقى profile file ملف غلط account حساب غلط quantity التي هي كمية غلط 18 contact ourselves نقطة for more information يعني حاول تتواصل مع قسم المبيعات عشان تحصل على معدمات اكتر يبقى دي apartment apartment غلط division تقسيم غلط emergency 19 please list your aim من فضلك حط your a on your cv في cv بتاعك حط اللي هي qualifications المهارات بتاعتك او المهيلات بتاعتك في cv رقم بيه ريتمز قريبك غلط cv معناها جماعة سيرة ذاتية requirements مطلباتك غلط wages رقم 20 بيولي after بعد ما هي شي نقط as a doctor كدكتورة she set up in practice in public hospital هي وضعت في ممارسة العملية في المستشفى العام يبقى بعد ما تأهلت كطبيبة after she qualified qualified return تقاعد غلط required يطلب غلط obtained 21 the restaurant standard المعايير بتاعت المطعم of not have won its several awards ان هي كسبت عديد من الجوائز معايير التفوق الامتياز بتاعت المطعم بوردن 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 دي جماعة معناها مرت غلط ايزوية معزول غلط interesting في الاهتمام غلط 22 نقط is an early 20 century بيكون في القرن العشرين Latin word which كان معناها course of life اللي هو منهج الحياة اللي هو جماعة اللي هو السيرة الذاتية اللي هو information technology غلط يا جماعة ودي معناها اللي هي التكنولوجية المعلومات اااااااا curriculum circulation دي غلط يا جماعة ودي معناها الدوران والكيركيلا من غلط دي معناها مقرر متقل عليه بعادي صفحة 23 اسدي سؤال 23 يقضي فضل التدريب بتاعتهم في أماكن بعيدة ميتينج لقاء غلط إنترفيوز معناها لقاء غلط أبليكيشن معناها تطبيق غلط 24 بيولي بيولي هو ساب المساعد بتاعه وموقع تشارج وين هي وانت اوي اون هوليدي لما كان هو في أجازة بعيدة يعني بسو كم مسؤول عن يبقين تشارج 25 another poor harvest would be disaster يعني هيبقى في موسم حصاد اخر فقير يعني هيبقى كارثة disaster نفس المعنى بتاع كلمة catastrophic معناها برضو كارثة leasing غلط معناها بركة غلط progress تطور غلط development معناها تطور غلط 26 she is responsible هي مسؤولة for making the best use of human a ان هي تعمل افضل استغلال من human resources اللي هي مسائل مواردة بشرية sources معناها مصدر غلط organs معناها اعضاء غلط members اعضاء بس دول اعضاء نادي انما دي اعضاء جسم انسانية 27 just five minutes exercise مجرد بس التمرين مدده خمس دقايق هدي في اليوم could not at all the difference كل الاختلافات دي ممكن طبعا يعمل كل الاختلافات دي بقى make difference بتاخد معها make 28 successful a will be invited for the job successful عايز اقول المتقدم الوظيفة الناجح هيتم دعوته job interview للمقابلة الوظيفة دي next week الاسبوع الجاي بقى candidates اللي رقم دي employers معناها عامل غلط للسه ده متقدم من الوظيفة اشتغلش managers المديرين غلط employers معناها صحاب عامل غلط 29 the singer earnest المغني بيكسب نقط amount of money هدو كمية من الفلوس he is very rich هو غني جدا كمية فلوس ايه بقى كبيرة اللي هي close اوصل معناها جميلة فيه قولاي غلط تاني ضئيل غلط slight معناها طفيف غلط 30 بيقول لي he showed I take a keen note in music هو اظهر اه اهتمامه الشديد في الموسيقى from the chilled hold من طفولتو يبقى interest اللي هو اهتمامه الشديد interested مهتم غلط interesting معناها طبعا صفة انا بحتاج هنا يا جماعة اسمها عشان نقبلها صفة. معناها مثير غلط. الخطة الضعيفة دي. كانت ايه? في فشل الشركة. كانت عامل اساسي طبعا فاكتور. عامل اساسي فشل الشركة. حساس غلط ارجان عدو غلط انترين. معناها متدرب او او اقل غلط. رقم 32 هي نقطة انجيتنج بلايس. يحصل على مكان او ات ارت سكول في مدرسة الفنون. يبقى هو ناجح في حصول على مكان مدرسة الفنون. طبعا هنا عايز اقول فعل يا جماعة. عايز بس اخصيدي بناجح رقم دي. غلط. مانج تتمكن غلط. غلط. مجتم غلط. رقم 32 Unaama تلقاط 24MM The scientist العالم and his night present demo sum of the result بعض النتائج. قاتل في اللقاء. يبقى العالم اللى هو الزميله. الى妳 هها أجماعة انت بقى colleagues معناها زميله. اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا. أغلط اعربعه وتلقاط المناط seres طبعا للقاط. 24 we teach stephenzens احنى بنعلم الطلاب We teach students. هها نیعنى نقاط انه هم is disability paying off ان اوار سوسيتي في مجتمعنا ازاي ان هما يشاركوا بكفاة في مجتمعنا يبقى بارتسيبيت تاني داون يخفض غلط ايزوليتي اعزل غلط تيك بارت تيك بليس يحدوث غلط اي خمس تلاتين ار نقاط بينج لس هل ايه بيدفعوا لس فور اقل في العاملين ذان زي شود اكتر منا ينبغي يبقى هل بقى ايه ايه اعز اقول اصحاب الشغل يعني امبلويرز كانديديتز متقدمين وزيفة غلط امبلويرز معناه شغالين او موظفين غلط امبلويرز معناه مقدمين وزيفة غلط ستة تلاتين اي هاز اتيند هو احرز زهيست اعلى ايه في انهز اعرابيك اجزام في متحنات العربي احرز اعلى درجة جريد ليه رقم دي دي جريد شهادة غلط ريمارك اللي هو معناها ايه يعلم غلط السيجنال اشارة غلط سبعة تلاتين بفور يو ست يور تارجتز قبل ما تحدد اهدافك ميك شور تأكد ان ذات زي ار اي بقى ان هي ايه قابلة للتحقيق دي اتشفابل يعني مش تحلمش بحاجة مستحيل تحقيقها يعني غير عقلاني غلط معناها اللي هي غير قابل للإلغاء غلط مستحيلة غلط ثمانية وثلاثين كل الخدمات دي مستحيلة متاحة لالعام فري اف ايه ببلاش يبقى فري اف ايه اللي هي رقم سي مستحيلة غلط يتغير غلط بيدفع غلط او مدفوع غلط رقم تسعة وثلاثين بيقول لي اذا نقط نقط البيان بيكون حاجة اساسية بشكل مطلق تو الساكسس للنجاح لجوب ابليكيشن لطلب التقديم للوظيفة يبقى البيان الشخصي يعني بتاعك دي حاجة اساسية طبعا لأي وظيفة او اي ابليكيشن متاخد وظيفة عام غلط كومون عام غلط موظفين غلط اربعين نقط وود العمل هيسمح لها توسبند انا نقدي مور تايم وقت اكتر مع عيلتي طبعا هتقدي وقت كتير مع عيلتك هتعمل ايه جزء من الوقت باسمها بورتايم وظيفة جزء ايه واحد واربعين باسنجا ارايتنج اجزام اللي هو اللي أنا عدي في امتحان الكتابة ايريكوصد معناها المتطلبات المسبقة انتقل لي زي نقطة كورس عايز اقول الكورس المتقدم شوي اسمه كورس قبل غلط السابق غلط متاخر غلط 42 ها نقطة الشركة او الشركات اللي هي اصحاب الشركات في كتير من الدول دي شركات اسمها شركات موجودة في كلها الحالة على المتد محدودة غلط قومي غلط لو كان محلي او قومي غلط 43 ها نقطة نيتلي طيبد اندلوكت فيري بروفشنال عايز اقول يعني اللي هو الابليكيشن بتاعها كان مكتوب بشكل كويس وكان محترف بابليكيشن طلب التقديم بتاعها متقدم موظيفة غلط ابليكانت معناها متقدم برضو وظيفة غلط معناها صاحب شغل غلط 44 45 إنك تقيم النتائج بتاع الجائحة فيروس كورونا اللي هي نتائج طويلة الامل طبعا عشان ليسوا جديد 45 The suspects were released المشتبه بيطلق صراحهم نقطة لضعف الدليل أو قلة الدلائق اللي هي رقم دي اللي هي تسريب غلط ليك تانية معناها بحيرة غلط طرف معناها يثبت غلط 46 اللي هي اللي هي الخدمة الصحية بتاع المجتمع هوم بتقدم التمريد نيرس نيرس التعاقد غلط يتواصل طبعا غلط على الشبكات وحاجات شبكة كده كونكت نفس الموضوع غلط 48 The Abedimate يا جماعة دي اللي معناها مطروك مطروك Their plans to a businesses all together مع بعض إنهم ما يعملوا حاجة اسمه ايبقى Startup هيبدأوا الموضوع ده مع بعض اللي هي Startup اللي هي البداية 49 A cancer is a long term illness مرض طويل للمدى and regular a appointments 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 اللي هي معناها اللي هي التعيينات are necessary اللي هي بتكون ضرررية أو الموعيد بتكون ضرررية يبقى الموعيد طبعا لهم متابعة عفوا appointments المتابعة بتكون ضرررية اللي هي follow up 50 The magazine ranked المجلة بتصنى في اليوتيوب as one of the most popular a كواحدة من اكتر popular a brands من العلامات التجارية او العلامات اللي هي الشائعة يعني اللي هي ال digital علامات الرقمية الموجودة على النت يعني Printed مطبوغة ونشر غلط كانت تشرم على ثقافة غلط 51 Will wear a mask protect me from نقط لو هل ارتداء الماسك او القناع يعني او اللي هو الكمامة يعني عايز اقولها تحميني من ايه من طبعا الجائحة بتاعة البرد دي اللي هي pandemic academic اكاديمي غلط illness مرض غلط patient مريض او صبر غلط 50 these are few exponentially معناها في ايه في ايه في اه غلط من الشكل استثنائي brilliant and not individuals وفاردي طبعا هما مين hard working لما بيشتغلوا بجد طبعا اسمها hard working ليا رقم دي 53 we need احنا محتاجين very technology technology to be نحن نكون cable of conca انه قادرين ان احنا نهزم other planets كواكب تانية محتاجين طبعا تكنولوجيا متقدمة advanced ordinary غلط under default مش متطورة غلط tripling 54 to improve عشان تحسن my pronunciation not i will apply not a course نقط في الكرس بتاع الديف انا هتقدم في الكرس او هادخل فيه يعني بابلاي بتاخد حرف 55 he was a very of his difference الاختلاف from the children اللي هو اختلافي الاطفال عن بعضها يبقى other اللي هي رقم c 56 هي نقط the farm المزرعة after his father بعد موت والده ممكن اقول took charge off مسؤول عن صح وممكن اقول انتشارج off صح الاثنين صح لانها تاخد او تاخد او بي صح يا جماعة 57 علي is مسؤول على المزرعة هنا ممكن نبدلها بكلمة responsible for ما نفس المعنى بتاع كلمة مسؤولة عن رقم بي صح 58 give up permanent job اعتزل خلاص عن الوظيفة الدايمة دي to freelance ان هو خلاص الروح بقى عمل حرة ذا انتنا مضاد الكلمة اللي هو permanent دايمة عكسها مؤقت الوقت temporary اللي هي رقم a 59 disease health الصحة ARM تهدف لديوز ان يتقلل احتمال فيروس انتشر يبقى الجراءات الصحية يبقى تهدف طبعا ان انت تقلل الخطر ان انت تصب بحاجة كل اكزابير غلط جائحة غلط معناها يشحن غلط 60 اللي هو ضغط الدم الر and heart rate اللي هو معدل ضربات القلب يتم قياسهم before treatment قبل ما يتعلقوا طبعا يبقى مايجورد اللي هي الاولى 61 this is clearly من الواضح نقط and unaccuptable behavior او اسلوب غير او سلوغ غير مقبول من هو يا جماعة بيبقى in property حاجة مش ملقمة ومش سلوغ مقبول اللي هي رقم b 62 the news paper published الجريدة نشرت and criticizing معناها الانتقاد and government's economic policy اللي هو السياسة الاقتصادية بتاعت الهكومة يبقى الافتتاحية النشرت في الافتتاحية اللي هي انتقاد editorial residential معناها سكني غلط culture ثقافة غلط editor معناها محرر او رئيس تحليل 63 we are trying احنا بنحاول together نحنا نجمع from students من الطلاب on our courses في الكورس بتاعنا بنحاول نجمع بقى الفيدباك اللي هو التغذية الرقعة التغذية الرجعة تجريش هادا علمية او درجة شهادة جامعية نيرسنج تمريد غلط جائحة غلط 64 الجواز being patient كونك تكون صبور and making compromise معناها المسوايب الجواز يبقى involves معناها اللي هو يتضمن طبعا بيكون فيه تكون صبور وتكون عندك تعمل مساواة طبعا evolves غلط اللي هي معناها يتطور غلط exclude معناها يستبعد غلط consistency يتكون غلط 65 زا نقط مانجر بيكون نقط المدير والانترفيو يامل معك انترفيو في المحكمة انكر كل الاتهامات اللي هي Charges اللي هي رقم A تغييرات غلط exchanges معناها يغير غلط 67 they will also هو ايضا wear لابس اللي هو حساسات صغيرة جدا to major عشان يقيس their movements الحركة أثناء اليوم بيقولك عاكس كلمة تاني عفوا تاني معناها ضئيل عكسها كلمة A كبير طبعا وقم سي او ضخم يعانا start طفيف غلط little الغلط small صغير غلط 68 it's a good idea فكرة كويسة but it will be difficult صعب جدا think شيء صعب implement هنا نفس المعنى بتاع كلمة A carry out معناها ينفذ carry on يحمل غلط count on معناها اللي هو يعد او الاعتماد على غلط work out غلط ده اللي كان موجود عند صفحة 122 صلى الله الحبيب عليه الصلاة والسلام وضغط لايك لو انت لسا مغادش لايك فعل زر الجرشان وصارك كل جديد كل ده بيساعدنا المحتوى بتاعنا يبدأ يتنشلون يبدأ نستعرفه يلا بينا نكمل معادي ابطال لو عندك اي سؤال يا سبصار سيب بتاحت التعليقات وان شاء الله هرد عليه بنفسي وسامحنا الغلط ودعينا بالشفاء وحش الوحوش ويا ربي يحقق لكم طموحاتكم وان شاء الله تخشوكم اللي انتو عايزين يلا نكمل مع بعض نكمل مع بعض على الgrammar بتاع الوحدة اللي تمنى صلي على الحباة اللي سلام اللي هو المبني المجهول بص اي واحد من الاخر يعني المبني المجهول ده حله حاجة باستخدص دايماً بيجوارات تصريف التالي وطبعاً بيجوارات محدة بيتحط في نفس حالة الفعل الاساسي يعني الفعل الاساسي مثلاً في المضارع البسيط اللي هو زي احمد بلايس كدة او اي بلاي فاهمت الدنية ؟ فالمضارع متاع fmento هجيب برضه الفعل فى التصريف الاتنى Didn't fit مالاخر نا gas por فرング مضارع مستمر الفعل كان في المستمر ما انضفه UAY G صح ُجيب mental p فى المصدر fragkat quit تبقى being والتصريف اللي ايdz بس ده مبني المجهول كله يعني. طيب صلى الله على حيبه على السلام. او شو هل يبقى ايه معي? كل شخص. الخبر الفزيع ده يستردي مورننج امس اه صباحا. يعني تقول كل واحد فيه صدم او تم صدمه. طبعا دي مبني المجهول في زمن الماضي البسيط. يبقى طبعا افريون اه طبعا كده كده ار غلط. واس غلط. مفيش هينفع طبعا لان ده مضارع. الجملة هنا ماضي. يبقى يا وير يا واس. طبعا افريون افري بادي عفوا بتتعمل وعملت او ضمائر غير معرفة بتعمل وعملت المفرد. بس لما اجي عوض عليها او اجي اشير ليها في جملة تانية بشير ليها بضمير جامع اخد باله. هتيبقى واس شوكت اللي هو رقم بي. وير طبعا هو. طيب رقم اتنين. علي اكسبكت تو سي. علي كان متوقع ان هو يشوف اية. اد زبارتي في الحفلة. بس هي نقط وين هي والسوهير. لان هو كان ما كانش متفاجئ طبعا لما هو ايه شافها. طبعا يا جماعة هنا طبعا برضو مبني المجهول. هيبقى واس ان سوربرايز. في البتبيو تصريف التالت. لم يكن متفاجئ. طيب. او هتقول لي واس سوربرايزنج. معنا مش هيمش طبعا. عايز اقول لك ما كانش متفاجئ لان هو خلاص كان متوقع ان او اشوفها. طب رقم ثلاثة. بتكون غضبانة جدا. بكوز علشان بعض الطلاق. نقط على السجادة. في غرفة المعيشة. طبعا يا جماعة برضو هنا مبني المجهول. لان عايز اقول بعض الطلاق سورب او تم تسريبا. يبقى في البتبيو على طوله التصريف التالت. كده كده برضو بيه غلط. تمام? لان دي في البتبيو فاني مضيف له اني جي. واللي دي غلط. يبقى لجابة اي 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 سي. هنا الجملة هنا ماضي ولمضارع. ده هنا مضارع. فهتبقى في الاخر. هاز بين سبيلت. اللي هي تم تسريبه. لان هنا انا فتقول لك. هاد دي ماضي. ماضي تام وده مضارع تام. اختار مضارع تام. اربعة. اباسنجر بلان فلاينج فروم جوردن تو لندن. اللي هو طيارة الركاب. طارت او اقلعت من اردن للندن. نقط بايز ترويس هز مورنج. عايز اقول تم خطفها اللي هو هاي جاك. تم خطفها بواسطة الارهابيين. زيس مورنج. هزا الصباح. برض مبنية المجهول. وطبعا الكلام هنا في المضارع. فهات دي برا ماضي غلط. وهاي جاك دي مبنية المجهول ولا حاجة دي غلط. واللي دي غلط. يبقى اللي جابة عندي هاز بين هاي جاك. دي رقم دي. خمسة. بيوليزا نيوز الخبر ان ذات هير لوسط كان قططتها الضيعة. نقط وزا جريت هابينستو هير. كان حاجة سعادة لها. ان هي تم ايجاتها. ده عندها كان حاجة سعيدة لها. يبقى واس فاوند في البتوبية والتصرف الثالت. طبعا اس فاوند غلط يا جماعة لان انا بكالي هنا في الماضي. اه واز جوينج طبعا واز جوينج تو دي طبعا دي غلط يا جماعة ما نفعش كده اساسا دي فايند غلط برضو ما نفعش يا جماعة انا عايزة هنا مبنية المجهول. ستة. سوفار اي نقط باي افري بلوير. الى حد الوقتي انا عايزة اقول بطرفد بكل صاحب عمل. اي هاف ابلاي تول انا قدمت دي طبعا دي مبنية المجهولة جماعة. والكلام هنا في المضارع. فاي ماضي تحت يطلع بره. واس باضي ماضي بره. هاد ماضي بره. الاجابة يا اما سي يا اما دي. طبعا سوفار بتدل على المضارع التان فهتبع الاجابة هاف بين ريجيكتد اللي هي رقم دي. اي سي غلط. طيب رقم سبعة. يقولك زابوكس الصندوق نقط باي ساموان بواسط شخصه ما. اي كانت اوبنت انا مش قادر افتحه. دي بس صندوق عايز اقول تم قفله بواسط شخصه ما. وعلى حالين انا مش قادر افتحه. برضو نتكلم في زبان المضارع التاني. حاجة حصلت في الماضي. وليه اصرحة في الحاضر. يبقى هاز بين لوجد اللي هي رقم سي. هاف غلط يا جماعة لان بوكس هنا مفرد. وانزلوك ده مضارع بسيط غلط. وهاز تو غلط دي معناها لازم. تمانية. ات نقط زات نيو انبليمت انه يقال ان المهارم الجديد. هاز بين فان. تم ايجاده في ساقرة. تبعا دي برضو مبنية للمجبول يا جماعة. وtober زبان المضارع التام يبقى هاز بين ساد. انه بيتم قول ان الهرم الجديد تم ايجاد في ساقر. هاز ساد طبعا دي غلط ده يا جماعة دا ما بن telling you غلط. تبعا غلط أيias مبنية للمعلوم و ved何 معلوم؟ وسينغ غلط يا جماعة كل ده مبدل معلومة مبدل مجدول وهو فيربي توبيل هو بين هنا وهي بقى التصريف الثالث 9. اوار بلوك فلاتس عمرتنا نقط ان او تويني تويني تو يعني عمرتنا عايز اقول تم دهنها او اندهنت في سنة 2022 طبال يا جماعة ان و سنة في الماضي يدل على الماضي البسيط يبقى هاف دي برا وهاز دي برا لان اتنين دول مضارع يبقى رجابة عندي ايما سي ايما دي طبعا عايز اقول بلوك اوار بلوك فلاتس هنا ده مفرد ولا جامع او قولي جامع عشان فلاتس لا بص الاول الجملة يقول لك العمرت السكنية بتاعتنا اوار بلوك فلاتس يبقى ده مفرد يبقى تبقى واس باينتد اللي يا رقم سي وير طبعا ده جامع غلط عشرة did you go to the party وانت روحت الحفلة قال له no لا انا ايه ما تم مش دعوتي تواخد بالك يبقى طبعا هنا برضو مبني المجهول في زمن الماضي البسيط لان اللي بيوسألك بيقول لك did يبقى no i wasn't invited لا رقم سي هاد طبعا غلط يا جماعة ده ماضي تم غلط و did غلط انه ده هيبقى ماضي بسيط اصدع ماضي بسيط عفوا بس مبني ده المعلوم غلط و invite طبعا غلط برضو ده غلط مثلا انا عايز هنا نفي او ال was aware والتصريف الثالث هتبقى في حالة دي i هتبقى واسط احداشر zero business الشغل بتاعه نقطة over by a new company last year عايز اقول الشغل بتاعه تم تولي سلطته عايز اقول انه تم تولي سلطته او تم تولي الامر بتاعه بواسطة شركة جديدة كده كده جماعنا بتكلم في الماضي البسيط ومبني للمجهول هتبقى واسوهير والتصريف الثالث هتبقى i was taking the last year اتناشر a lot of crimes كتير جدا من الجرائم عايز اقول بيتم ارتكابها in this neighborhood في الحي ده last month الشغر اللي فات طبعا حاجة حصلت في الماضي وخلاص وانتهت ده بتكلم في الماضي البسيط وعايز مبني للمجهول في زمن الماضي البسيط يبقى واسوهير والتصريف الثالث هتبقى where commenter 13 they report هم بلغوا that two people ان شخصين تم قتلهم in the explosion في الانفقار يعني بقى تبقى was where برضو والتصريف الثالث لان طبعا هنا بتكلم في الماضي البسيط يبقى where killed تم قتلهم 14 i didn't realize انا مش مصدق is that our conversation المحادثة بتاعتني بقى سجلت او تم تسجيل برضو هنا مبني المجهول ادور على فيربيتو بي والتصريف الثالث الودي هاز والتصريف الثالث لا غلط انا عايز ادور على فيربيتو بي والتصريف الثالث recorded ده ماضي بسيط غلط هي هافيش غير رقم c وهو فيربيتو بي هو being والتصريف الثالث was being recorded لي رقم c was recording ده طبعا ده مبنيه المعلوم زمن الماضي مستمر غلط 15 no announcement about the results مفيش اعلان حوالي نتيجة نقط حد الوقت مفيش حاجة اعلنت او تعاملك حد الوقت طبعا برضو مبنيه للمجهول في صوفر هنا بتدل على زمن الايه المضارع التام يبقى هافيه هاز وتصريف الثالث بس هتبقى مبنيه المجهول يبقى هافيه هاز been زائد التصريف الثالث بقول لك مفيش اي announce مفيش اي اعلان او اي طبعا announce من ده جماعة ده مفرد مش جمع اخد بالك واحد قول لي عشان قبلها results بص على اول الجملة بص على اول الجملة هتبقى has been made اللي هي رقم به هاف طبعا غلط يا جماعة واس غلط وهاز انت طبعا غلط لان طبعا هاز انت اصلا ده نفي وفيه نوف نفي نفي اثبات غلط 16 don't touch تلمس الحيطة ايه بقى انها ايه مدهونة او تم دهانها لسه مدهونة دلوقتي تاخد دلك طيب دي مبنيه المجهول في زمن المضارع التام هي بقى هات just been bent اللي هي رقم ايه هاس بنت ده مبنيه المعلوم ده غلط يا جماعة اس بنت ده طبعا ده مبنيه المجهول بس انا بتكلم هنا على حاجه حصلت في الماضي وليها اثر معنا في الحاضر بتكلم هنا زمن المضارع التام مضارع البسيط بس تخدمه فيه الحقيق وكده والعادات لا غلط مش تنفع وهات ده ماضي غلط 17 yesterday's presentation العرض التقديمي بتاع نقطة buy a new professor بواسطة بروفيرسور جديد يعني تم اعطاءه بواسطة بروفيرسور جديد ده مبنيه المجهول في زمن الماضي البسيط يبقى was given اللي هي رقم بي واس ويرو التصريف الثالث 18 I am worden al ans missing car العربية المفقودة نقطة لم يتم ايجادها لحد دلوقتي انا بحدد هناك مع الكلام هنا في المضارع بقول لك ايه هو يبقى اي ماضي برا ما ينفعش طبعا هات ده غلط هات انتي غلط وهات ده انتي غلط يبقى الاجابة اما b ا اما c ده مبنيه المعلوم في المضارع التام وده مبنيه المجهول بضو في المضارع التام يبقى has been found ده يا رقم c كده كده انتي بتيجي في اخر جومنا منفيه 19 what not is the secret you didn't need to worry ما انا او ما تم قوله هيظل سر انت مش محتاج ان انت تقلق برضه مبنيه المجهول يبقى has والتصريف تهدد في زمن المضارع التام يبقى has been said اللي ما تم قوله has said طبعا ده مبنيه المعلوم فكده يا جماعة مش تنفعها have you ده سيغل سؤال وده مش سؤال وط هنا ده مش سؤال لاخرها النقطة ومش علامة استفاهم غلط وهات ده ماضي غلط 20 I took the bus لأن عربيتي نقط at that moment عربيتي بيتم خدمتها او بيتم تصلحها في ذلك الوقت مبني المجهول برضه يبقى از دي بره دي مضارع بره واز بره دي بره ما يبقى الإجابة عندي هتبقى ايه يا اما دي تاخد بالك طبعا هنا بيان بيان سبب شيء في الماضي تاخد بالك بتستخدم زمن ايه الماضي المستمر لأن عربيتي كان بيتم تصلحها وعشان كده لخط الاوتوبيس يبقى was been served اللي هي رقم ايه was served غلط طيب 21 no information مفيش معلومة نقطة new stuffيت مفيش معلومة تم اعطاقها لطأم العمل لحد الوقت طبعا ييت يا جماعة بتجي في اخر الجملة المنفية وطبعا بيتدل على زمن ايه المضارع التان يبقى ومنفي طبعا يعني الاولى غلط والتانية غلط اللي جابة ايما سي ايما ايه ايما دي وطبعا information دي ده uncountable لا يعد يبقى هاز يبقى hasn't been given اللي هي رقم سين هافة طبعا دي جامعة غلطة 2200 ركز بها 2200 اولا قولك نقطة arrested نقطة القبض عليه the thief was taken to the prison تم اخذه للسجن خد بالك كده كده ديورينج تطلع عبارة ان ديورينج بي ورا اسم while لو مجاش وراه فعل بيجي وراه فعل بيجي وراه فعل بمضاف له ing ولكنت مبنية المجهول هجيب being وهجيب وراه الفعل بمضاف له ايه عفو هجيب وراه الفعل في تصريف الثالث فالاجابة عندي ايه يا ايه يا ايه خد بالك بس يا جماعة شون تكون فاهم بس هنا دي جملة دي مبنية المعلومة ولا مبنية المجهول لاني ممكن اقول having مجرد ما تقبض على الحرامي واخد بالك طبعا ممكن اترجمها كده بس لا خد بالك بص بص على الجملة التانية هو انا طالما حزفت هنا فهيوا ده نفس ده يبقى تشوف بقى الفعل ده هيعرف في عمره ولا لا هنا الحرامي ده المحزوف يبقى مدرد مجرد ما قبض عليه او تم قبضه يبقى دي مبنية المجهول يبقى هجيب وبتو بيه والتصريف الثالث عارف انفع امتى تنفع having لو كانت been لان having بيه جارة تصريف الثالث على طول يبقى been arrested فالاجابة عندي هتبقى on being arrested بمجرد ما قبض عليه طبعا الحرامي يعني الحرامي تم ارسله ليه السجن طيب ننتق للي بعديه تلاتة وعشرين بيقول يبقى الانجليش الانجليزي نقط at state schools المدارس الحكومية at compulsory listen مادة اجبارية او الزامية for لتقريبا عشرين سنة على فكرة لحد كده لحد كده ده مدارع تام جمل بيت الجمل until last year اه حتى نهاية السنة اللي فاتت حلو جدا وحتى السنة اللي فاتت طالما قلت خلصت خلاص يبقى دي حاجة حصلت في الماضي وخلصت خلاص واخد بالك او معادش مكملة يعني واخد بالك يبقى ده كده كده ماضي مش مدارع تاني يبقى الكلام هنا for 20 years لحد 20 سنة ده مدارع ومش مدارع تام كمان ما تنفعش الماضي انما لما قال لي خلاص ان هو خلص يبقى until last year يبقى ده كده ايه ماضي تام طبعا ازة طبعا ده مدارع غلط وهاس ده مدارع غلط was being told بيتم تدريسه او تعليمه طبعا ده غلط دي يا جماعة مبني المجول زبا المدارع عفوا الماضي مستمر غلط هاي بقى لك جابه had been told 24 my little sister اخت الصغيرة نقاط a ticket before we went to cinema عايز اقول تم اعطاقها تذكرة قبل ما تنروح السلم اخب بالك بفور يا جماعة بيجارها ماضي بسيط وقبلها هنا ماضي تام طبعا هنا هتبقى ماضي تاما لان ده حدث اولاني ومبني المجول يبقى had been given اللي هي رقم بي ازة طبعا ده مدارع غلط هاس ده مدارع غلط واللي ده مستقبل غلط 25 the deadline for job الموعد النهائي للوظيفة دي had already عايز اقول نقط once before مرة قبل كده عايز اقول تم تمديده اخذ بالك طبعا had لو كانت يا جماعة مبنية للمعلوم هجيب وراء تصريف ثالث يبقى extended انما هنا ده مبنية المجول يبقى بين extended اللي هي الاولى ما يجيش وراء كده من الفعل مضاف له s غلط ولا to be extended غلط يا جماعة 26 الحرامي نقط before the left the country before he left the country الحرامي عايز اقول تم القبض عليه قبل ما يغادر البلد وبلدك ده مبنية المجول وهنا هتبقى مضارع تام لان before بتيجي هنا بعدها ماضي بسيط قبلها هنا مضارع تام عكس after يبقى had been arrested هز طبعا ده مضارع غلط واز طبعا واز ده مبنية المعلوم غلط مش هينفع غلط هز طبعا لو كانت مبنية المعلوم تنفع لما هنا عايزها مبنية المجهول يا رجابة رقم سي صح 27 هي نقط until تلو انتل يا جماعة كان بيجو وراء ايه ماضي تام او قبلها ماضي بسيط وفي الغالب بيبقى ايه مامفي هو نقط عايز اقول طبعا الفعل تحت هنا يكافئ هو ماكد مش هكافئ نفسه فبالتالي هنا مبنية المجهول يبقى wasn't ايه بقى rewarded اللي هي رقم دي تامي وكافئ حتى هو ينظف العربية كويس 28 بيقول لي نقط of the trouble news نقط الخبر الوحش ده she fainted هي اغمة عليها طبعا عايز اقول بمجرد ما هي سمعت الخبر ده اغمة عليها اولا ما تنفعش بين كده تصريف تلت كده في الاول ما تنفعش وافتر يا جماعة كده برضو ما تنفعش ان انا عايز مبنية المجهول التصريف الثالت عايز اقول بمجرد ما تم اخبارها الخبر اغمة عليه تنفع جماعة بس تجي وراها بين برضو التصريف الثالت ما تنفعش كده يبقى الاجابة عندي هتبقى having been informed بمجرد ما تم ابلاغها الخبر الوحش ده اغمة عليه 29 security measures اللي هي الاجراءات الامال نقط before prime minister قبل رئيس الوزراء زور المصنع عايز اقول تم اخذها قبل ما يزور المصنع يبقى هنا طبعا مبني للمجهول برضو وبردو خبا عارفين يا جماعة before بيجاب لها هنا ماضي تام ومبني المجهول يبقى had been والفعل في التصريف الثالت فهتبقى had been taken اللي هي رقم به 30 قبل زفير الحريق was brought under control يعني الحريق تم السيطرة عليه but not before لكن مش قبل كده تم تسببها اخذ بالك ده جماعة ده حدثين انها حدث اولاني وده حدث ثاني انها ماضي تام ماضي تام يعني had وتصريف الثالت فهتبقى had been caused تم التسبيب يعني اللي هي رقم دي اللي هي دب عندي ممنية المجهول واز قازك طبعا ده الماضي المستمر اللي هو يا جماعة حدا سين قطعوا بعض او حدا سين ما قطعوش بعض او حاجة حصلت في الماضي في مدة معينة لو تفتكر يعني هاد بينك طبعا ده غلط اساسا وهاز طبعا ده مضارقة غلط واحد ثلاثين نقز بواحد ثلاثين شوية نقاط بايزا بوليس نقاط بوسيطة الشرطة فاسيف الحرامي والسين تم ارساله للسين طبعا ايه يا جماعة ايز اقول بمجرد ما تم القبض على الحرام بوسيطة الشرطة تم ارساله للسين حلو جدا تنفع هافينج هي كانت تنفع بس لو كان في بين هنا والتصريف الثالث هافيت التالي مش هتنفع طب الريستنج تنفع هي كانت تنفع واخد بالك بس لازم اجيب قبلها ايبقى لازم اجيبها هنا في التصريف الثالث واجيب قبلها بينج عشان كبديل يعني الربط الزمني طب تنفع بي الريستنج كده فعلي في المصدر وتصريف الثالث لا ما تنفعش طبعا غلط مين اللي كان يجيبك في المصدر فالاجابة الساعة هي تبقى ايه بينج وي ارستد اللي هو بمجرد ما تم القبض على او بعد ما تم القبض عليه تم ارسال بوساط الشرطة تم ارساله ليه للحرام وطبعا يا جماعة ضمير الواصل هي اصدقى رابط الزمني هنا محزوف فعادي ممكن اجيب وراه مكانه فعلي مضاف له انجي وطبعا عشان مبنيه المجهول فجبت الفعلي مضاف له انجي اللي هو تبقى بينج هنا وتصريف الثالث يبقى بينج ارستد صحا نين وثلاثين بقولك نقطة فور ميني اورز لساعات كتيرة انزا اوفن في الفورن اللحمة مزاقها كان عظيم جدا اذا اقول هنا بمجرد ما تم طبخ او بعد ما تم طبخ اللحمة او تم طبخها عفوا لساعات كتيرة جدا في الفورن اللحمة كان مزاقها حلو خب بالك هنا جماعة برضو مبنيه المجهول تنفع هافنج هتنفع بس لو كانت محتاجة بينج والتصريف الثالث ما تنفعش تنفع توجو المصدر كده غلط طب تنفع كوكينج تنفع لو كانت مبنيه المعلوم طب لو كانت مبنيه المجهول عايز تبقى قابلها بينج والتصريف الثالث فبالتالي ما تنفعش فالإجابة عندي هتبقى كوك دي هي ركام بينج طيب ننتقل للبعد تلاتة وتلاتين يعني كل المتتربين يبقى هيتم العرض عليهم كده يبقى ويله طبعا عشان هنا مبنيه المجهول لان هو مش هيعرضه لا ده هيتم عرض عليهم يبقى بين بي والتصريف الثالث فهتبقى بي هوفرد اللي هي ركام بين بين طبعا ده غلط وش تنفع لو كانت اللي عايز المصدر يبقى تبقى فير بيتو بي اللي هيبقى مصدر بتاعتها والتصريف الثالث ولا تو بي كده غلط ولا بيجيش بعدها تو ولا أوفر كده رائعه تلاتين اعتقد ان كتير جدا من الاراضي الصحراوية والنقط سوف يتم اعادة استصلاحها يعني بحلول 2013 يعني بحلول 2030 يبقى طبعا دي مبنيه المجهول يا جماعة واللي كده كده بس خد بالك دي مبنيه المجهول في زمن المستقبل التام واللي كده كده بيجي وراء المصدر فهتبقى هاف بين والتصريف الثالث يبقى الولى هاف بين رقم 35 وليو نقط if you insist on انت ايه لو انت اصريت على بقيت انت جاي متأخر كل شوية كده to work للشغل like this زي كده يبقى انت ايه بقى عفوا انت عبقان والله خالص انت ايه سوف يتم بفاصلك لو انت استمريت في انك تجي للشغل متأخر يبقى will be dismissed مدارس كتيرة او مدارس اكتر عايز اقول هاي سوف يتم بناءها او اخد بالك all over ايجب نقطع فيه جميعا حق مصر next summer as a planet معناها كما مخطط لي طبعا دي مبنية المجهول في المستقبل يبقى will و التصريف التالت او going to b و التصريف التالت ما عنديش هنا غير الرقم b are going to be built اللي هي رقم b the visitors the visitors اللي هما الزوار at the station tomorrow tomorrow by my secretary by my secretary يبقى الزوار هيتم استقبلهم طيب دي حاجة هتحصل بكرة واخد بالك دي مستقبل و مبنية المجهول يبقى will you go in geto يا اي حاجة من صغل مبنية المجهول r مت دي تنفع على فكرة في المستقبل بس بجدول الموعيد ما تنفعش لا تنفعش هنده مش جدول الموعيد دي ترتيبات يا جماعة will have been met تنفع صح بس دي مبنية للمجهول في زمن المستقبل التام و زمن المستقبل التام بيعبر على حاجة هتحصل في المستقبل بحلول مدة معين لا ده غلط يا جماعة مش هتنفع طيب رقم c تنفع ده مضارع التام ما تنفعش يبقى ما عنديش ايه رقم بي اللي هي r being met دي حاجة ده زمن المضارع المستمر يستخدم في المستقبل بس مع وجود الترتيبات و دي ترتيبات هتحصل يا جماعة طيب 39 only half of the exercise بس نص التمرينات نقط صفار لحد الوقت but the rest لكن الرحة بايزة ستر دي بحلول يوم السبت يبقى عايز اقول بس بس مجرد يعني نص التمرينات خلصت لحد الوقت ولكن الرحة هتبقى عندي بحلول مدة معينة في المستقبل يبقى ده هيبقى كده كده ده مستقبل تام انما ده مضارع تام لان فيه صفار يبقى ده مضارع تام مبني المجهول اللي هو have been done والنحة التانية هتبقى مستقبل تام يبقى will have been finished سؤال عندي هنا رقم 40 بيقول لها do you think هل تعتقد ان زي سيفز الحرامية عايز اقول هيتمسكه قريب يبقى طبعا will be والفعل في تصريف التاني تبقى will be code لرقم b الاولى دي كده مجفعة استخدامها في المستقبل بس ده مع جدول المواعيد لان ده مضارع بسيط غلط رقم c غلط يا جماعة ده ماضي where ما تنفعش يا جماعة اينا تنفع استخدامها في المستقبل بس مع وجود ترتيبات فبالتالي غلط ده مضارع مستمر 41 احمد for his repeated لتكراره يعني السلوك السيء ده يبقى يتم معاقبته ده حاجة هتحصل في المستقبل ده اخد بالك will be والفعل التصريف التالت او going to اول واحد ما تنفعش ده مبنية المعلوم غلط ورقم c مبنية المعلوم غلط is going to be punished ورقم b غلط ده مش مبنية المجهول ده مبنية المعلوم ده بس ده مستقبل مستمر اللي عندي مبنية المجهول رقم ده is going to be punished 42 stop making noise وقف انك تعمل دوضاء or you او ولا انت بقى سوف تعاقب يبقى will be punished مبنية المجهول في زمن المستقبل يبقى will be والتصريف التالت هدخل على اللي بعد 43 صلى الله عليه وسلم بحلول نهاية السنة الجاية more and more كتير اكتر واكتر من الاشجار عايز اقول هيتم زرعتها along with the tool الطريق to our village لقريتنا وبرك يا جماعة buy ومدة في المستقبل دي معناها حاجة هتحصل في المستقبل بحلول مدة معينة او حاجة هتتم في المستقبل بحلول مدة معينة يبقى انا هنا بتكلم على المستقبل التامة جماعة يبقى will have والتصريف التالت طبعا هنا مبني المجهول يبقى will have been والتصريف التالت عايز اقول هيتم زراعتها يبقى will have been planted اللي هي رقم دي صلى الله عليه وسلم رقم سؤال رقم 44 the medicine add high place where hi suma the children the children يبقى لازم يتم حفظه يبقى طبعا لازم اللي هي مست او يجب عليك اللي هي مست تاخد بالك وطبعا مبني المجهول يبقى مست بيه 45 the house باب البيت نقطة open فتح at night بالليل لا ينبغى انه يتساب مفتوح بالليل يبقى shouldn't be left برضو نفس الفكرة should هنا جيب وراء بي والتصريف التالت كل المتن المجهول عبارة عن verb to be والتصريف التالت وبحطه في نفس حالة الفعل الاساسي اللي بقى اللي هو verb to be verb to be بتحط من نفس حالة الفعل الاساسي فعل الاساسي في المصدر فعل الاساسي في المصدر وضف له ng بجيبه في المصدر بي وضف له ng الفعل الاساسي في التصريف التالت واكس طيب ستة واربعية nothing لانها كانت مغيمة او مشبرة جدا and draining والامطار heavily والمطر كان بيمطر بغزارة يبقى عايد مفيش حاجة كانت ايه كانت متشافة وطبعا الدنيا كانت ايه كانت ممطر ويبقى nothing وعا تقول لي wasn't لان nothing دي نفي اصلا وزنت غلط ولا ديدن طبعا غلق فاليجا بعد يبقى code be seen مفيش حاجة كنت تستطيع ان انت تشوفها علشان طبعا كان فيه شبورة 47 all inquires كل المتطلبات should ينبغي services team بفريق العمل يبقى عايز اقول كل المتطلبات ينبغي او يجب عليها ان يتم ارسالها اخد بالك هنا should بتجيب وراها المصدر يبقى تيجي وراها B والتصريف التالت يبقى B sent الاولى 48 all can't dates كل المتقدمين للوظيفة كان لازم عليهم نقطة by the manager وصلة المدير كان لازم عليهم طبعا يتم من وفق عليهم وصلة المدير طبعا have to نفس الفكرة بتاعت should ومست بيجوارها مصدر ولو مبني المجبول بيجوارها B والتصريف التالت هتبقى be approved 49 كل غموض هو شيء ما تقدرش ان هو يتفسره طبعا عندي برضو مبني المجهول تواخد بالك وطبعا انو كان نفس الفكرة بيجوارها مصدر لو كانت مبني المجهول برضو بجيب وراها B والتصريف التالت هتبقى B X 50 خمسين all is the firework الالعاب النارية display will be هيكون نهاردة the highlight of the night هيبرز ايوه هيكون بارز في الليل it is not a ما ينبغيش عليك انك انت تتفوته يبقى it's not to be missed قعد وخمسين بيقولك this mistake الخطأ ده يجب عليك تجنبه يبقى 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 كود B والتصريف التالت يبقى كود B avoid اللي هي رقم دي لانو خمسين بيقولي بقى I wish انا بتمنى ان I نقط خد بالك I wish It's time فاعل بيجرام يا ماضي بسيط يا ماضي تام على حسب لو الجملة دلت على مضارع بختار ماضي بسيط لو الجملة دلت على ماضي بختار ماضي تام I wish I انا بنى لو انا نقط By my teacher جملة دلت على ماضي يبقى بي بره ودي بره يبقى رجابة A C وطبعا الفعلة تحت يعاقب يبقى متمنى لو ما كنتش عقبت يبقى هادنت 53 The engines نقطة checked But some how لكن بطريقة ما They weren't ما كانتش كده ما تفحصتش المحركات كان لازم عليها ايه يتم فحصه طبعا دي برضو ايه مبنية المجهول مبنية المجهول و ايه فين ايه بقى في الماضي يبقى يا جماعة ايه مبنية المجهول فين في الماضي يبقى يا جماعة اي مدارك تحت طبعا كلهم ماضيات تحت اول حاجة جماعة عندي السيقة اسمها وما بيجي وراها 2 دي معناها ينبغي او يجب تاني في برب تو ايه كان بقى was where بيجي بعدها 2 و بيجي وراها مصدر تماما مصدر الف يعني يبقى دي يا جماعة اسمها يجب او اللي تسوي كلمة مصد يعني وبتسوي شد وهكذا يبقى طبعا المحركات ينبغي على يتين فحصه يبقى where 2 وير دي دي يجب have been checked يا رقم دي اتضغل بعد كده للسعر رقم 54 I don't enjoy طبعا يا جماعة عارفين enjoy enjoy من الافعال بيجي ورا 2 مصدر افعال بلاس انجي انا بش بستمتع بنقى by other people مش بستمتع باني تم مشاهدتي بواصلات ناس اخرى طبعا دي يا ابنين مجبول يبقى ايما to be والفعل في تصريف الثالث يبقى being والفعل في تصريف الثالث يعني احنا عارفين like من الافعال او enjoy من الافعال زي like كده بيجي ورا يا طول مصدر افعال بلاس انجي يبقى being watch 55 they suggest بقى انت عارف يا جماعة suggest be go ra ايه فعال بلاس انجي طبعا مبني المكهول هم اقترحوا ان يتم اخذوه من السنوة بواصلات اي بقى their mother امهم مبني المكهول يبقى being daily 56 I remember انا بتذكر نوقة to the zoo لحديقة الحيوان when I was a child لما انا كد طفل اخد بالك جماعا remember بيجو را طول مصدر او فعال بلاس انجي طول مصدر امتى لو تذكر حاجه بعملهاش فعال بلاس انجي لو تذكر حاجه كان اعملها بس هو ليسا بيفتكرها يبقى هنا طبعا تذكر حاجه عاملها هو كان مكان طفل يبقى مبني المكهول يبقى being والتصريف الثالث يبقى being taking 57 I want the report انا عايز التقرير ده نقط in my tomorrow morning انه يتم التسليمه بكرة طبعا يا جماعا طبعا انا عارف فعال الابلاغ اللي هو بتاع report ده يا جماعا كده كده بيجوارات tool مصدر او to have والتصريف الثالث امتى بقى tool مصدر لو كانت مدارع امتى to have لو كانت ماضي طبعا هنا مبناء المكهول يبقى to be والتصريف الثالث يبقى to be handed نفس الجملة هنا برضو فعال الابلاغ اللي هو report ده طبعا ببالك بس هنا في الماضي where يبقى to have شخصين تم ابلاغهم seriously injured in the accident تم ابلاغهم ان هم كانوا في اصيبوا اصيبوا اصابة خطيرة في الحدثة ما عندين في الماضي يا جماعا يبقى to have وتصريف الثالث يبقى to have 59 بقولك محمد صلاح hopes محمد صلاح بيأمل as عايز اقول ان يتم اختياره best player افضل لعيف في العالم طبعا يا جماعة hope اللي بيجورها افعال بيجورها to والمصدر طبعا انها مبني المجهول يبقى to be selected اللي هي التصريف الثالث اللي هي to be والتصريف الثالث 60 to have doesn't let herself طبعا بتسم بشي نفسها انه يتم اخدعها طبعا احنا عارفين let يا جماعة كده كده بيجورها المصدر طبعا مبني المجهول بي والتصريف الثالث يبقى be tracked 61 to have doesn't hello ابا قالوا يا جماعة عارفين قالوا بيجورها ايه to المصدر طبعا مبني المجهول لتصريف الثالث لتصريف الثالث يتم اخدعها يبقى to be to be طبعا 62 to have wouldn't مش بتحب ايه ايه تتخدع بواسطة الاعداء تمام زي الفن طبعا يا جماعة اخدنا واحد تقول لي like ده من افعال بيجورها to وفعل وفعل مضاف له على عين وعلى رأس يا سيد الناس بس الفكرة بقى ايه ان like كان قبلها وض قلنا يا جماعة لما الافعال بيجورها طول مصدر وفعل مضاف له نجي بقى قبلها وض اجيب وراها طول طول مصدر وطبعا هنا مبني المجهول لان فيها تحت deceive دي معناها يخدع يبقى مش بتحب تتخدع يبقى to be والتصريف الثالث اما بقى 63 نفس الجمل بس كان قبلها بقى ايه قبل الافعال الشعور اللي هي قبل الافعال بتاعت قبل الافعال دي بيجورها فعل ونضاف له ايه ing دي في الوحدة يا جماعة الخمسة مهمة اول طب اخد بالك مهمة اول تكون حافظ الافعال دي تكون عالا في الافعال بيجورها طول مصدر الافعال بيجورها فعل مضاف له ing طيب وديما بني المجهول يبقى being saved اللي هي رقم ايه طيب اللي بقى عاديه تققى doesn't like هنا بقى او لا دي هنا بقى بص خد بالك كده ان طبعا دي مبنية المجهول يتم خدعها being saved صح تنفع لان like بيجورها اتنين اما لو like قبلها hold طول مصدر لو like قبلها feel فعل بلاس ing وعلى حسب بقى من المعلومة مبنية المجهول 65 ذكار seems العربية تبدو ان هي نقطة repaired ان هي بيتم تصلحها حلو جدا طبعا يا جماعة خدنا seem seem الافعال بيجورها ايه طول مصدر دي بقى to have seemed to have been repaired ليه رقم بي طيب 66 بيقول لي بقى my horse الحسان بتاعي needs بيحتاج نقط 5 خمس مرات عايز اقول يطعم خمس مرات في اليوم ممكن اقول needs ممكن اقول feeding ممكن اقول to be ان هو يتم اطعمه ايه و سي صح يا جماعة مبنية المجهولة مبنية المعلوم كده صح طيب 67 بيقول لك my horse need مش محتاج طبعا need انت يا جماعة عارفين كده بيجو وراها مصدر من غير 2 اما need بس يجي محتاجة 2 علشان تبقى معناها لازم ويجو وراها مصدر need انت بيجو وراها مصدر من غير 2 وهنا طبعا هتبقى مبنية المجهول يبقى be fed دي اللي يرقم see 68 the project المشروع was can not by unforeseen unforeseen معناها غير متوقع circumstances معناها ظروف ظروف غير متوقع ايزا اقول انه تم التأخير بتاعه سبب التأخير بتاعه انه تم تأخيره بوساط ظروف غير متوقع برضو مبنية المجهول يبقى caused 2 وطبعا مبنية المجهول يبقى b والتصريف الثالث اللي هي رقم دي 69 the new police بوليس الجديد قال له سمح للمواطنين نقطة additional vacation days ليه عايز اقول ان هو يتم منحهم عطلة او ايام اجازة اضافية يعني طبعا عندي برضو مبنية المجهول هي جورا قال له وهنا هي جورا 2 المصدر فتبني المبنية المجهول يبقى 2B والتصريف الثالث يبقى 2B سبعين بيقول لك the software allows البرمجة يعني بتسمح للفايلات الملفات يعني هايز اقول بقى انه يتم مشاركتها بسهولة يبقى طبعا هيبقى وبروه زي قولنا بقى 2B والتصريف الثالث يبقى 2B easily shared اللي هو يتم مشاركتها بسهولة اللي هي تبقى الاولى مبنية المجهول طيب 71 بيقول لك the challenging test يعني الامتحان الصعب made the students خلى الطلاب انه هما يشعروا عادي مش ياتين مشعور بالضغط عادي و الماد و الماد جماعة معناها اللي هو ايه اللي هي اه غمزت او ان هي غمرت عفوا انه او اخد بلك ان هي يعني غرقت يعني او اخد بغرقت بالزيادة او يعني شعروا بالتواطر جامد يعني يبقى الطلاب ايه بقى بتشعر عادي جدا دي مش مبنية المجهول دي مبنية المعلومة تبقى فيه بس 72 بيقول the teacher allows المدرس سمح الاسئلة ان هو يتم ايه اي حد عايز يسأل او يتم السؤال يعني ات اني بوينت في اي نقطة في اثناء المحاضرة بقدر برضو نفس الفكرة اللي هو بيجرى نطوب المصدر مبنية المجهول يبقى تقو بيه والتصريف التالي يبقى تقو بي اسقط اللي هي رقمي 73 المهمات نقط بواسطة الفريق اي زور المهمات اللي تم الانتهاب بيها بواسطة الفريق يبقى تبقى have been والتصريف التالي يبقى have been complete لازم معنا المهام دي جمع 74 ولكن changes معناها تغييرات نقطة system دي النظام over the past few weeks في اخر اسبوع اخر اسابيع او ليلة يبقى عايز اقول نظام ايه بقى تم عمله برضو هنا ايه مبنية المجهول يبقى have been made اللي هي اللي يجاب عندي رقم ايه طيب 75 نظام new software البرنامجي الجديد نقط by the IT department بواسطة قسم ال IT since منذ last year السنة اللي فاتت يبقى عايز اقول طور او تم تطويره has been developed اللي يجاب برضو رقم بيه مبنية المجهول زبا المضارع التام عشان فيه sense ايه لولاس دي طيب 76 the repairs التصليحات نقط in the building في المبنى عايز اقول تم تنفذة برضو مبنية مجهول وزبا المضارع التام خد بلك اللي يبقى haven't ان ايه حالتاني هنا يبقى have been carry out اللي هي الاجابة عندي اللي هي الاجابة عندي رقم D 77 over the years على مر السنين significant improvements التحسينات الرائعة in the technology في التكنولوجيا عايز اقول تم تنفذها برضو مبنية المجهول over the years دي بيدل على زمن المضارع التام يبقى من المجهول زمن المضارع التام يبقى have been زي التصريف الثالث يبقى اللي هي تبقى الاولى يبقى have been implemented اللي هي الاولى 78 has rubbish هل الزبالة been collected yet اتجمعت فبيقول له يبقى well it's not here مش هنا now لذلك يبقى اكيد تم تجميعها يبقى طبعا اكيد هنا يعني must وطبعا في الماضي يبقى must have وطبعا مبنية المجهول يبقى must have been and collected اللي هي رقم C 79 Tom said someone Tom قال ان شخصه ما stole his car سيارة العربية بتاعته او السيارة بتاعته is that true قال له no it's not انها نقط i haven't seen انا ما شفته انا شفته عمال بيسقها لا ايه بقى اه لا هي ما تمش سرقها او اكيد ما تمت لم يتم سرقتها واكيد بالنفي خد بالك اكيد بالنفي اللي هو المستحيل يعني اللي هو بستخدم بش مصن انتهاء تبقى can't يبقى can't يبقى can't يا جماعة وبرده have been والتصريف التالت يبقى can't be taken stone عفوا ما تمش سرقتها لان انا شفته بيسقها يعني طيب تمانين we did not see هل احنا ما شفناش هلقات زبرتي في الحفلة يستر دي she هي هي بقى هي نقط يبقى هي ربما عايز قلني ربما ان هي ما دعيتش طبعا هنا ده استنتاج ضعيف لان انا ما عرفش ما فيش حاجة اكيدة او بالسواء بالاجاب اللي هو اقول must او بالسلب اقول can't يبقى mind be invited اللي هي رقم دي اللي هي ممكن ربما ما تمش دعوتها طيب واحد وثمانين ancient manuscript manuscript يعني معناها المخطوطة القديمة نقط by scholars العلماء for centuries لكورون عايز اقول ان هي تم دراساتها بواسطة العلماء من كورون يبقى use to وطبعا بي جورها المصدر طبعا هتبقى ببناء مجهول يبقى use to be studied لرقم c 82 the traditional recipe اللي هي الوصفة التقليدية عايز اقول عدت من جيل لجيل to in our family to four generations من عائلتنا اللي هو الاجيالنا يعني او احفادنا طيب حلوة جدا طبعا هنا مش مبنية مجهولة ولا حاجة هي بايز دول مصدر عادي بايز to pass ثلاثة وطبعا نين i the missing document documents اللي هي الوسائق الضائعة نقط during the office renovation renovation يا جماعة دي معناها اللي هي تجديد يعني عايز اقول اللي هي المخطوطات الضائعة دي عايز اقول اكيد تم تغيير مكانها تواخد بلا لما اثناء تجديد المكتب they can't find them هما مش لقيينها طبعا ده اكيد في الماضي بس تخدم must و have و التصريف التالت طبعا هي مبنية المجهولة يبقى must have been misplaced معناها اكيد تم تغيير مكانها 84 the mistress اللي هي الغموض في disappearance of keys في اختفاء المفاتيح عايز اقول ربما buy ربما كانت بواسطة لحظة لحظة السياني يعني طبعا هنا طبعا الربما دي في الماضي استنتاج في الماضي واستنتاج ضعيف طبعا يبقى might have متصريف التالت وطبعا هنا مبنية المجهول يبقى might have been caused ربما كانت بسبب لحظة منسية يعني رقم b اقول لحظة تنسية لها 85 بيقول لي the lady the set of the murder اللي هي عايز اقول مشتبه بها من تعتقد ان هي تكون instant معناها بريئة طبعا دي يا جماعة ضمير وصل محزوف هنا the lady who المفروض اقول who was بعد كده suspected طبعا ده مش موجود بختار التصريف التالت على طول بتسويها عادي اللي هي رقم c بص يا جماعة ضمير وصل زائد verb to be زائد اللي هي التصريف التالت لو ده مش موجود لو ده محزوف مثلا أو حاجة منهم محزوفة هتسوي عند تصريف التالت لو حاجة منهم محزوفة ما تنفعش يا جماعة لكن محتاجين التالتة مع بعض كده verb to be التصريف التالت و ضمير وصل و 86 بيقولك the novels الروايات نقط by محفوظ عايز اقول المكتوبة بوصلة نجيب محفوظ arester read لسه ما زالت تقرأ by all of people بوصلة كثير من الناس طبعا هي اصل الجملة the novels which التي where written اللي هي بتقرأ واخد بالك by نجيب where written التي ما تكون مكتوبة بوصلة نجيب محفوظ طبعا ده مش موجود يبقى تصريف التالت تتبقى ريتم بس طيب 86 الزافوتو الصورة المستخدمة in here post اذا فيك بتكون مزيفة طبعا هنا المفروض برضو ضمير وصل اللي هو which وبعد كده في الحالة دي is وابعد كده used اللي هي مستخدمة طبعا طب ده مش موجودة اخد ايه يا جماعة اخد used بس اللي هو تصريف التالت طب رقم C تنفع كاتفة بس محتاجة إز طب رقم B تنفع كاتفة بس محتاجة قبلها which تمام طب 88 the road الطريق نقط عايز اقول المحجوب was very short او اللي هو المسدود يعني كان قصير جدا طبعا عايز ايه بقى اصل الجملة which was plugged طبعا ده مش موجودة عندي which plugged تنفع لا محتاجة was طب was plug تنفع لأ غلط يا جماعة تبقى الإجابة عندي plugged بس طيب 80 بيقول اللي هي بقى الطن عايز اقول اللي بيتم زراعته في مصر is عفوا of very high quality بيكون جودته عليه طبعا يا جماعة عايز اقول الطن اللي بيكون مزروق يبقى دور طبيعي وصل verb to be وتصريف التالت مش بيسوي حاجة عندي التصريف التالت طيب 90 the scientist العالم not in the field في المجال had his research البحاث 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 طبعا يا جماعة عايز نفس الفكرة عايز ضمير وصل verb to be والتصريف التالت لان عايز اقول العالم اللي هو بيتم احترامه في المجال او بيكون مقدر في المجال يبقى هو is widely respected اللي هي رقم بي طيب رقم دي تنفع ما تنفعش محتاجه verb to be طيب رقم ايه تنفع لا طبعا ما تنفعش برضا respecting مش عايز اقول هنا مبنية المجهول مش مبنية المعلوم فبالتالي غلط رقم C تنفع غلط يا جماعة لاننا العالم ده فاعل مش بفاعل فبالتالي غلط 90 عندي بيقولي the company الشركة not for its innovative protect المنتجات الابداعية دي ازناه بتكون دلوقتي owned مملوكة by multinational cooperation اللي هي متعددة الجنسيات طيب عايز اقول الشركة اللي كان تم التعرف على منتجاتها الابداعية طبعا دي برضو مبنية المجهول طبعا الشركة دي غير عاقل فبالتالي هتختار ويتش وهاز بين والتصريف التالت اللي جابة عند رقم C اللي لا ما تنفعش لاننا طبعا المحزوب في الفاعل طبعا which where بتنفعش تجي مكان الفاعل لازم نكون الفاعل موجود رقم B ما تنفعش لان دي مبنية المعلوم غلط رقم D ما تنفعش معناها ببنية المجهول وتنفع مكان ويتش بس دي خد بالك دي جملة اعتراضية اللي هي بين double comma دي ما تنفعش يا جماعة طيب 92 play معناها المسرحية نقط by celebrated playwright اللي هو الكاتب المسرحي الشهير has been performed تم تأديتها in theaters world wide في جميع الحال العالم يبقى المسرحية اللي السكريبت بتاعها تمت كتابته المسرحية طبعا هي وراها هنا اسم فبالتالي هتختار who's لان هو's بتاعت الملكية يبقى who's script اللي السكريبت بتاعها was written تمت كتابته رقم دي صح الهدو 90 house البيت not by architect is currently be renovated معناها بيعيد ترميمه دلوقت يبقى البيت اللي تم تصميمه تمام قديما يعني قبل كده بيعاد ترميمه حاليا طبعا يا جماعة هنا طبعا هتبقى ضمير واصل بعد كده فربيت ويبع كده تصريف ثلاث اللي جابا عندي رقم B تنفع قالوا لو ما تنفعش يا جماعة محتاجة واصل طبعا غلط رقم C ما تنفعش اللي ممنية للمعلوم غلط رقم دي محتاجة ضمير واصل قبلها طبعا 90 بيقول لك The Ancient Artifact Artifact معناها الأداة الأداة القديمة نقاط In The Remote Cave كهف بعيد has been carefully بحرص preserved تم حفظها بحرص In The Museum يعني في المتحف يبقى الأداة القديمة اللي تم تصميمها خب بالك هنا طبعا يا جماعة صممت ده في الماضي انت اخد بالك فطبعا بالتالي دي ممنية المجهول رقم B غلط لان المفروض هنا تصريف ثالث Designed طبعا ده غلط طب رقم C غلط ليه لان الأداة مفرد مفروض مشوير هتبقى وازم هي تصحي على فكرة قد اقضى ضمير واصل وده فير بيتو بي وبعدها تصريف ثالث لا ده غلط كده لان انا محتاج هنا وازم مشوير لان الأداة هنا مفرد رقم دي غلط يا جماعة ما تنفعش كده هي الإجابة عندي اللي هي رقم ايه دي اللي تحل محل ضمير الواصل وفير بيتو بي ويه التصريف الثالث طيب 95 زماني جارسيد المدير المشروعي يزاولي هيتم التعامل بها بواسطة فريق خبير ادزة مون في هذه اللحظة اقبالك الممنية المجهول في زمن المضارع المستمر عرفت الممنية عشان كلمة ادزة مومنت دي طبعا بدولها عمضارع المستمر يبقى is being handled اللي هي رقم بي طيب 96 صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام اضغط لايك لو انترس اضغطش لايك فعل زر الجرش ونصار لكل جديد ونكامل مع بعض they have reported هم بلغن that's the product launch اللي هو اطلاق المنتج نقط عايز اقول اللي تم عرضه نتيجة ل unfair circumstances لظروف غير متوقعة طبعا جماعة ده مبنية المجهول في زمن المضارع التام عدي خالص يبقى has been والتصريف الثالث اللي هي رقم C has been displayed معناها عرضي 97 the only the scientist العالم mentioned ذكر ان the experiment عايز اقول التجربة المعملية اللي تم اجراءها before the equipment malfunction malfunction معناها معطلة اللي تم اجراءها طبعا ده مبنية المجهول وخد بالك before وafter before كانت عكس after كان بيجوا قبلها ماضي تام طبعا مبنية المجهول يبقى ماضي تام يبقى هاد بين والتصريف الثالث اللي هي رقم دي طيب 98 90 the teacher the assignments اللي هي الواجبات and will be returned tomorrow وهتعدوها وهترجعوها عفوا بكرة الواجبات هيتم تصحيحها طبعا دي يا جماعة هنا دي برضو ده في الزمن المضارع مش هتبقى ماضي خالص ود غلط والغلط يا اي ما رقم بي يا اي ما رقم دي طبعا دي مبنية للمجهول في زمن المضارع التام فبالتالي have been corrected طبعا هيتم تصحيحها 99 how old is the tower كم عمر البورج ده بيقول له فقال له حاجة هنا قال له to be over أكتر من 100 years old أكتر من 100 سنة عايز قولنه ايه بيعتقد يعني ان هو عمره أكتر من 100 سنة اللي هو it is believed اللي هي اللي جابها رقم ايه it is believed اللي هي ويتم للاعتقاد كده مبنية المجهول خد بالك 100 how do you get to work everyday ازاي بتروح شوالك كل يوم عايز اقول له انا نقطة to work everyday by my husband بواسطة زوجي بقى انا بيتم توصيلي بواسطة زوجي انا ممكن اقول to be اللي هو am driven وممكن اقول to get driven اللي هي ايو سي صحة 101 the ancient palacy يعني المقلعة القديمة دي نقطة last year السنة اللي فاتت عايز اقول نهارت خد بالك collapse ده فعل يا جماعة لا يقبل ان هو يتبنى للمجهول مقبلش يا جماعة اللي احنا يتبنى فيها اسمعها اسمعها فعال لازمة وافعال متعدية اللازمة دي ما تقبلش تتبنى للمجهول خالص يبقى نهارت عادي خادت collapse اللي هي رقم دي ماضي بسيط عادي خالص 102 don't touch the cable while ما تلمس الكابل ده اسناء مالمشين مالقالة ايه بقى عايز اقول بيتم اصلحها بل يا جماعة وقال دي رابط زمن زي ما قلتلك كده بيجو هراء عطول يا مضارع تم مضارع بسيط مضارع مستمر وانها تانية ولول مصدر او صيغة امره او صيغة نهار كده كده واس دي بره واس اخر دي بره اللي جابة تبقى بي يا ام مبنية المجهول يا جماعة وعايز اقول ان هي كانت مستمرة في التصليح اسنوية كانت مستمرة في التصليح ما يتدمسهاش يبقى مضارع مستمر is being repaired اللي هي رقم C 103 he is no هو معروف ان هو 2.5 people خمس اشخاص انزوار في الحرب 4 years ago من اا اربع سنين فاتت دي بقى معروف ان هو اتا خمس اشخاص خد بالك جماعة دي مبنية المجهول وما دي فبقى جيبها في التصليف الثالث لو كانت مضارع بجيب مصدر يبقى have killed 104 to be patient تكون صبور and efficient we cough هي بقى ايا من المعروف او هي يقال عنها ان هي تكون ان هي بيقال عنها ان هي بتكون صبورة وعندها كفاءة يعني يبقى شي هي بيتم القول عنها دي رقم C 105 from the medical report من التقرير الطبي she to be suffered from amnesia هي بتعاني من خدان الزاكرة طبعا هنا بيقول ايه؟ هنا بيعتقد طبعا هي تعاني من خدان الزاكرة يبقى believe ضد مبنية المجهول 106 if you report to the police لو انت ايه تمت سرقتك يبقى بلغ الشرطة طبعا هتبقى robbed فهتبقى verb to be طبعا مش قبلها بقى هنا verb to get يتم في عادي مكان verb to be لو تمت سرقتك بلغ الشرطة 107 ات نقطة ان ذات ايجيبت ما عايز اقول من المعروف ان ايجيبت is visited بيتم زيارتها by mini tourists بواسطات سياح كتير جدا من المعروف طبعا is knowing اللي هي رقم بي طيب عفكرة نو مجيش في الاستمرار كده اخبتالي دي غلط مدارها مستمرة غلط طيب 108 millions of seeds ملايين من البزور نقطة by some trees every year بيتم عايز اقول بيتم انتاجها بواسطة الاسجار بواسطة الاسجار كل سنة يبقى دي مبني المجهول بزمان المضارع البسيط لان دي حقيقة طبعا 100 يبقى دي جابة عندي رقم C 109 my watch الساعة بتاعتي عايز اقول اتعطلت break down معناها اتعطلت last week الاسبوع اللي فات خبلك جماعة اتعطل هنا وبفعل زي كفال الكولابس النهار زي فعل مات اللي هو ضاي كده ده ما يتبناش دي المجهول يبقى عادي دي ماضي بس اتعطلت بأبروك رقم D 110 most furniture معظم الاثاس نقط from wood عايز اقول بيتم صناعته من الكشب E is made رقم B 111 London لندن بيت اتزار او بيتم زيارتها من الاف السياح كل سنة طبعا دي بقدر مجهول بردو يبقى فرطوية تصريف التالت يبقى is visited خبالك is being visited دي معناها مضرع مستمر طبعا في البتالي غلطة جمعا يعني ما تجليش في السلم نارج انا بقولك every year عام 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 كل سنة جمعا طبعا دي حقيقة طبعا أو عادة مضرع بسيط 112 mountain Everest جبل Everest نقطة ب ان هو يكون the highest in the world عايز اقول من المعروف ان هو بيكون اطول جبل في العالم طبعا يبقى is knowing يا راكم زيارتها جابنا is knowing دي قبل كده 13 woman 6 نقطة ب smarter than من طبعا دي كتبة بيقال عنا طبعا ان هي اسكى من الرجالة يبقى طبعا هتبقى R C مش ازا طبعا ان هو من هنا جمع مش مفرد طيب 114 نقطة very ill مريض جدا he needed and urgent operation عملية في اسرع وقت وعملية عجلة كونه مريض جدا طبعا هتبقى being اللي هي رقم طبعا 115 وين نقطة my car لما العربية بتاعتي looked new لما العربية بتاعتي صلي حط طبعا اخذ بالك او تم تصلحها طبعا 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 وين هي جو راينا تصريف ثالث رقم س خبالك منفعش وراك جو راينا فالن طبعا لان هنا مبنيه المجهول لو كانت مبنية المعلومة مفعش منفعش وراه واز ولا وير ولا اي حاجة والحاجات دي لانه مفيش انا فعل اصلا واز غلط وهات غلط 116 if melt spend اللي هو عايز اقول لو سخن لو سخن يعني المعدن او المعدن سخن يعني واخذ بالك هيتمدد طبعا برضو نفس الفكرة بتاعتي اللي فوق هنا تبقى وراه برضو تصريف الثالث تبقى heated اللي هي رقم بيه heated الغلط لانه مفيش اصلا فعل عشان نبقى مفرضو رجام وارضي غلط نفس الفكرة وهيتم طبعا غلط لانه دي مبنية المجهول فاخد تصريف الثالث 117 ويمت احنا تقابلنا at 9 pm الساعة 9 مساء ايه كما ايه بقى كما من احنا خططنا as ايه بقى as planned اللي هي رقم دي واز ما تنفعش مفيش فعل اصلا ولا as ولا planning طبعا اس مبنية المجهول ليه التصريف الثالث ندخل بعد كده على اسئلة ايه which of the falling banked correctly ايه من تحت دول على مدى الترقيم بتاعتم مضبوطة من الاول للااخر كده هتلاقي عندي الاجابة على صحيحة لك تحت ايه يا رقم سي طيب صلى الله علي حبي عليه الصلاة والسلام اول واحدة غلط لي يا جماعة لو مشيت كده معايا فقالوا واحدة ان فيه كما هنا نقصة وثاني واحدة غلط لي يا جماعة مشان هنا عابل احمد يا جماعة مفوط يخون فيه كما فبتالي فش كما هنا طيب وثاني واحدة اخر واحدة عفوا ان غلط ليه لان الو هنا دي سمو واللج نفس الحجم بتاع الجمال هتكون اكبر شوية تبقى كابية الغلط رقم اثنين بيقول لك نقط highlights بيبرز your qualifications المؤاهلات او القدرات بتاعتك والسكيلز والمهارات بتاعتك و professional experience والخبرات بقى الاحترافية بتاعتك ده فيه بقى professional profile اللي بيكون عن النت ده اللي هو الاحترافي يعني اللي هو رقم دي ثلاثة there are two kinds فيه نوعين من السكيلز والمهارات اللي زاد people applying for job بيقدموا عليها للوظائف يعني must have لازم ان تكون عندك hard skills اللي هو الهارد سكيلز زي ايه بقى مهارات اللي هي الصعبة يعني زي ايه زي يا جماعة اللي هي الشهادة الجمعية طبعا ده اخد بالك ديها university degree وال soft skills المهارات التانية اللي هي المهارات التانية اللي هي المهارات التانية اللي هي المهارات النعيمة اللي هي زي المهارات التواصل وتتكلم مع الناس وها كذا اربعة all of following كل من تحت دول can be used ممكن تستخدم to write انك تكتب an online profile تكتب profile على الانترنت كده except باستثناء يا جماعة باستثناء رقم دي اللي هي mutual friends اللي هي الاصدقاء المفترقة and relatives وقريبك ما تكتبش الكلام ده طبعا في الشغل وانت رايح تقدم على شغل في حاجة احترافية يعني خمسة to not us is to write its story write انك تعيد another writer's word تعيد كتاب التاني الكلمات بتاعت الكاتب and ideas والافكار بتاعته بيسلوبك الخاص يعني دي حاجة اسمها يا جماعة اسمها paraphrase اللي انت بتفسره وبتوضحه طيب 6 when you write لما بتكتب online professional profile لما بتكتب بروفايل كده احترافي you should focus لازم ان تركز على ايه لازم ان تركز طبعا على skills المهارات يا جماعة skills اللي you have and relevant to the job بتكون متعلقة بالوظيفة اللي انت ايه بقى بتقدم عليه رقم C رقم C صح 7 what kind of information ما نوع المعلومات اللي can be include اللي يتم الاجتمالها على الonline professional profile ايه نوع المعلومات اللي بتكون هناك طبعا اللي هي الخبرة بتاعتك والشغل والمهارات وهكذا لقم C يا جماعة work experience and skills 8 efficient communication اللي هي الاتصال الفعال profile solving وحل المشكلات and team working والعمل بقى بفريق كده for example بتكون امثلة of essential financial skills المهارات ايه in the work space في منطقة الشغل يعني المهارات ايه الناعمة مش المهارات الصعبة طبعا طي اخذ بالك التانية الصعبة دي بتاع الشهات الجامعة وكيد طيب 9 the job advertisement اللي هو اعلان الوظيفة requires with طلب candidates متقدمين to bring اللي هما بيجيبوا all relevant qualifications كل المؤهلات المتعلقة and not during أثناء the interview المقابلة بيجيبوا hard hard skills اللي هي المهارات اللي هي تبقى الصعبة دي اللي احنا الشهدة الجامعية وهكذا 10 يعني الوحدة طويلة ليه your note details المعلومات بتاعتك must be لازم ان يكون تكون مجتملة في لازم ان المعلومات بقى الاتصال بتاعتك اللي هي ال contact الاتصال بتاعتك emailك بقى ورقمك وهكذا 11 which of element a من العراسل تحت should be include لازم ان يتم الاجتمال بتاعتهم any education في التعليم section of cv في قسم في ال cv اللي هو الكريكيان فيتاي اللي هو السيرة الزاتية يا جماعة اللي هو رقم c اللي هو الشهادات بتاعتك or certifications عفوا وبتانية الحاجات اللي انت حصلت عليها والشهادات اللي حصلت عليها رقم c 12 what is the purpose ايه الغرض بتاع ال education section غرض اللي هو قسم التعليم في ال cv بيكون الغرض بتاعه ايه يا جماعة بيكون الغرض ايه عشان ايه باين بقى المؤهلات بتاعتك الاكاديمية وهكذا رقم c اللي هو two highlight عشان توضح ال academic qualifications المؤهلات بتاعتك الاكاديمية and degrees والشهادات بتاعتك 13 نوعة مقال بيكون شكل من ال academic writing من شكل من اشكال الكتابة الاكاديمية which is built بيكون مبني around detail حاولين تقق تفاصيل كده description وصف الاشخاص والمبني دي المقال يا جماعة ده المقال الوصفي مش محتاجة اتكمل يعني ال descriptive essay 14 which of the following من تحت الجمل اللي تحت دي is structurally incorrect بتكون مش مزبوطة من الاول للاخر يعني او فيها حاجة غلط يعني في الاول او في الاخر وكده تلاقي الجابة رقم C my sister was made اختي وعيلات تم جعلها طيب مفروض طول مصد 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 المصد الاتصال في مصر is the fastest growing sector يعني هو بيكون القطاع طبعا بينمو اسرع اسرع قطاعات عفوا نموا in the Egyptian economy في الاقتصاد المصري over the past few years خلال الاعوام القليلة الماضية. الكلام ده يسوي الاجابة رقم به. اللي هو يعتبر قطاعات تيكتولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر. اسرع قطاعات نموه في الاقتصاد المصري خلال الاعوام القليلة المقامة دي. طيب اللي جاء رقب اربعة. بيرناوت معناه الارهاق يعني اولي نهاجة. بيرناوت is mental problem. الارهاق مشكلة زهنية. that affects بتأثر على more people today. على اه على الناس كتيرة جدا نهارده. therefore لذلك we must take. لازم علينا take some rest. ناخد بعض الراحة. to get right of burnout. نتخلص من الارهاق او الاتعاب. which effects اللي بيأثر على currency of work. على دقتنا في الشغل اللي احنا بنعملها. لجابة اللي تساوي ده يا جماعة اللي جابة اراكم به. الارهاق مشكلة زهنية تؤثر على مزيد من الناس اليوم. ولذلك يجب ان اخد كتصدام من الراحة. للتخلص من الارهاق الذي يؤثر على دقة العمل الذي الذي نقدم لخوم به. خمسة. يعتقد الخبراء ان الحصول على وظيفة في المستقبل سوف يتطلب مهارة خاصة وان التعليم يجب ان يكون مدى الحياة. طيب يا جماعة الاجابة اللي بتساوي الكلام ده. اللي هو الاجابة رقم بي اللي هي بها. experts الخبراء بيليفد بيعتقدون ذات getting job. اللي حصول على الوظيفة. اذا فيو تشاهد في المستقبل. we require طلب special skills مهارة خاصة عن ذات education والتعليم should be lifelong. مدى الحياة. يجب بكون مدى الحياة. البطالة والامية هي سببان رئيسيان في ارتكاب الجرائم فيجب خلق فرص عمل للشباب. الكلام ده بيساوي الاجابة رقم دي. اللي هو بيقولك being jobless بدون وظيفة كده او كونك عطلان يعني. and literally are the main reasons. بتكون اسباب رئيسية. for committing crimes. دي ارتكاب الجرائم. so لذلك it's necessary ضروري to create jobs. ان احنا create jobs opportunities. ننشئ وظيف او نخلق وظيف فرص عمل للشباب. يعني for young people للشباب. ده الموجودة عندي صفحة 132. ننتقل بعدك. ده القطعة اخر حاجة يا ابطال صلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام. وضغط لايك. ده انت لسا متغطش لايك. وفعل زر الجراش ومسارك كل جديد. كل ده بيساعدنا المحتوى بتاعنا. ابدأ تنشر وتبدأ الناس تعرفوا. كمان. ندل على الخير كفاعل. والله بينا نحل مع بعض القطعة صلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام. بيقولك يبقى في القطعة يا ابطال. بيقولي بقى ايه في قرية صغيرة. كان بتعيش بنته صغيرة. كان اسمها كان اسمها وصفيا. وهير انكل عماء او خالها. جيف هير ده اف يو كوينزهم. لات قليلة كده. عشان تشاركها مع هير توين براذر مع اخوها التوقام جون. في عيد ميلادها الخامس. زي. شي عفوا. لوجد. اه. بسط بقى على القطعة المعدنية اللي كانت عماء او خالها ده. الاند. سيد وقالت. what shall we do with them mother. هنعمل بيهم ايه امي. وقالت لهم. you mustn't spend them foolishly. ما ينفعش ان انتو تصرفوهم بحماقة. سيد زى ماظر. لهم قالت لهم كده. the twins run into the street. التوقام بقى جاروا في الشارع كده اللي هو البنت واخوها. they wonder. قاعدة اسألوا بعد كده. what they what they should buy. احنا نشتري ايه بقى وينبغي على نشتري ايه. should they buy candy. نشتري candy. they hardly knew how it test. ده بالعافية عارفين طعمها يعني وما نفسهم فيها. should they buy a toy. ونشتري ده لعبة. if they had been the only shit. لو احنا كنا الاطفال الوحيدة في العيلة. things might be ممكن تكون مختلفة. الاشياء ممكن تكون مختلفة. but there was three black. انو عندنا التلات اخواتنا تانيين اكبر مننا. ياخدوها مننا يعني. and two little younger sister. واثنين اختين تانيين اصغر مننا. they hadn't gone far when they met a larger boy who was pulling blowing a fluid. بعد كده هم ايه بقى لم يكنوا قد ذهبوا بعيدا عندما التقوا ايه طفل كده اكبر منهم وكان عمال ينفخ كده بالناي كده. i wish i had that fluid. والله بقى لعملات اللي معاها. to the big boy. للوقت الكبير اللي هو معاها بيبيع الناي ده. عارفين انت الراجل اللي هو عمال بيبيع الرابابة وبتبقى واحدة بس اللي شغاله والبقى كله بايز. وقالت they often you may have them. انت ممكن تخدهم كلهم. if you give us the fluid. لو انت اديت للناي. قال لهم all of them. كلهم the boy us. دي الوقت بيسأل بقى. sofia looked at it. بصت لاخوها كده. and then. وبعد كده she nodded. nodded معناها هزة دبخة كده بالاجاب. قلت له oh يعني. well it's deal. مفيش مشكل. يالله مواف. سيت زابوي الوقت قال كده. he gives the fluid. دا لهم بقى الناي. to jone and took the coins. وخد منهم بقى العملة. little jone. jone صغير. was very happy. كافرحان. with they ran home. جاروا للبيت كده. كويكلي. هما جاروا البيت بسرعة. they have paid. هما دفعوا. much. كتير جدا. for this toy. للعبة دي. you could have brought many thloats with money. said their mother. ممكن تجيبوا يعني عود كتير جدا. او نايك عفوا كتير جدا. بالفلوس دي كلها. that wins. الولد ادركوا. their mistakes. ان هي كانت غلطتهم. the float didn't please jone anymore. يعني الناي معدش بعد كده. يعني يرضي جون. لم يكن ان هو يرضي جون بعد الان. they threw them away. بعيد. and began. وبدأ ان هو تعياته. never mind. ولا يهمكو. said the mother. اللي هما قالت very kind. Reblood. you are all interested. you will learn. انت هتتعلموا. a great deal. ان هتتعلموا من الصفقة دي. واختبالك كتير جدا. as you grow bigger. لما انتوا تكونوا تكبروا. يعني تعلموا من الحاجات دي كلها. لازم ان تغلط عشان تتعلم يعني. طيب ننتقل بعد كده للاسئلة. اول شعال بولي بقى. what is the central idea. ايه الفكرة رأسية في القطعة. طبعا فكرة رأسية في القطعة اللي هي الاولى يا جماعة. the older you grow. كلما كبرت. the bycer you will become. كلما بقيت حكيم اكتر. الاولى طبعا. لان هم مش عارفين. الفلوس اللي كانت معهم قد ايه. لانه الوقت خادموا منهم كل الفلوس كانت فلوس كتيرة طبعا. اا اصاد الناي. الناي ده كان بفلوس اهل شوي. طبعا المفروض يشتروا كزا ناي اكتر من كده. واشتروا ناي واحد بس بفلوس كتير دي كلها. طيب رقم اثنين. who like to have the float first. من كان حب ان هو يكون عنده الناي الاول ده كان جو. تلاتة. the mother's reaction. اللي هو ردة الفعل بتاعت الام. to the twins experience showed that she is a. ردة الفعل بتاعتها بين الام يبقى. الام يبقى حكيمة يعني. اتنو ما لا يهموكوا عادي نتعلموا يعني. طيب. اربعة. how did the older boy trick the twins? ازاي الولد الكبير. الولد الكبير خدعهم. اللي هي تلاقي اللي جاي برقم C. اللي هي. he told them. بقى لهم. his float. for more than it deserve. اكتر من هو يستحق طبعا. خمسة. اوضو. عرغم ان الام advised her children. عرغم ان امهم نصحة الاطفال. to spend ان هما ينفقوا الفلوس. واسلي بحكمة. she didn't get when they didn't follow her advice. ما سمعوش النصيحة بتاعت ممتهم يعني. طبعا ايه? upset. دي هتبقى لجابة رقم C. 6. which of the following g من تحت دول? can be a good summary. ممكن يكون ملخص لاخر باراغراف. اخر باراغراف طبعا كما كان بتكلم على الام لما كانت هادية وبتنصحهم من كده. هتلاقي لجابة عندي رقم D صح. the mother الام calmed down كانت هادية. بتهدي John عفوا. telling him بتقوله that they would gain. هيكسب more experience خبرة كتيره طبعا. through life situations في مواقف الحياة. سابعة بقول لك. accord you. زي باشي تبقى للقطعة. the older boy. الوقت الاكبر made use of twins young age. اللي هو استغل بقى الصغر سنهم. وعمل ايه? وخات كل فلوسهم يبقى talk all their money. اللي هي الاولى. تمانية after the experience. بعد خبرة of buying the float. بعد الخبرة بقى بتاعة التشيرة بقى النايدة. John may learn to age. ممكن يتعلم عن ايه? عن طبعا قيمة الاشياء اللي هي value things. وده اللي كان موضع عند صفحة 133. صلى الحبيب عليه الصلاة والسلام. وضغط لايك. لو انت لسه مضغطش لايك. ويفعل زر الجراش يوصلك كل جديد. كورو ده بيساعدنا المحتوى بتاعنا. يبدأ تنشر تبدأ الناس تعرفه كمان بدوننا نطور منه. لو عندك اي سؤالة اشتركوا في التعليقات. اعزونا جميعا هتعبانين جدا الفيديو ده بجد فيديو متعب اوي. وزعوزونا لو اخطأنا او اي شي عندكم التعليقات ممكن تكتبوا فيها تحت. يعني يا ري تكتبوا لنا كده مرطيفة منك. وده بيشجعنا المحتوى بتاعنا. يبدأ اتنشر تبدأ الناس تعرفه. اشوفكم ان شاء الله فيديو جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وكل سلامهم طيبين. يا ابطال ثلثة سنة ويا ربي حقالكم طبوحاتكم يا ربي.